وكشفت قيادة العمليات المشتركة مهام الوفد الأمني الذي زار نحية يثرف في محافظة صلاح الدين وقضى المتحدث باسم قيادة العمليات لواء تحسين الخفاجي إن نائب قائد العمليات المشتركة وصل نحية يثرف على رأس وفد كبير للإشراف على التحقيق وكذلك معرفة مجريات الحادث الإرهابي الذي قامت به العصابات الإرهابية وأضاف إلى القوات الأمنية كثفت الجهد الاستخباري والأمني للبحث عن الإرهابيين ومن قام بمساعدتهم وقدم لهم العونة في مجد الأسلحة ووصولها بالمنطقة